اشترك بالقناة ويفعل الجرس وكون ممنونة من عدكم اليوم نحن نتكلم عن نبات الهايدرا طبعا النبات مثل ما دشوفوها نبات نبتة هي حلوة وما تحتاج الى عناية طبعا تشبه تقريبا هي نبات اللبلاب من حيث العناية والتكاثر عندي نبات الهايدرا مثل ما دشوفوها هاي نبتة متسلقة هي طبعا انتو تحاولون تحبون اي شي تحبون تشكلوها تتشكل هي اما متدلية او نخليها امودية على مسند ونحاول نسلقها على المسند او في سلال تحبون تشكلوها على شكل اقواس او اي شي انتو اللي تحبون تشكلوها هي تشكلوا اياكم مثل ما دشوفونا انا هنا اندي طبعا بالاضافة الى اليوم جو بارد هالايام مثل ما دشت تعرفون بس هي مطيتني نمو هذا الاخضر هذني الناعمات هذا كل جديد اندي طبعا التربة مالتها تكون تربة خفيفة جيدة التصريف حتى عدي الجذور لا تتعفن والاضاءة تكون اضاءة معتدلة وبعيدة عن اشعة الشمس مثل ما قلت طبعا السماد مالتها يسمد بالشهر مرة بسماد ام بي كي المتعادل حتى تطيني كثافة اكثر طبعا كل انتو ما تقلمون هاي النبتة هي لح تطي اكثر تحب التقليم فهي تطين نموات اكثر باكثر تكاثر مالتها طبعا هنا ناخذ منعدها عقلة حسب انتو ما تريدون ونخليها بالمي نجذرها حتى تطلع الجذور مالتها وبعدين نزرعها بتربة كثل ما قلت بتربة البتموس جيدة التصريف عندي نبات او تزرعوها مباشرة بالتربة مكان دافئ وظل شوفوا هاي كلها نمو جديد عندي هذا الاخضر الناعم كلها نمو جديد هاي الغصن هذا اللي اخذت انا منعدها وخالتها بالمي دا يتجذر بس الجو بارد جذور شوي تتأخر يلا تطلع ان شاء الله تطلع اراولكم اياها من ازرعها في سندانة اخرى ها مثل ما تشوفون يعني خالتها بالمي صار كم يوم بس بعدها ما طلعت الجذور فهي نبتة ما تحتاج اي مثل ما قلت لكم اي عناية وطبعا عندي منعدها الاخضر المشطب هذا بالابيض واكو حافة تصير اصفر منعدها طبعا كل ما سمدوها انتوا طبعا تحافظ على هذا لونها الاخضر شوفوا هاي جديدة عندي نمو جديد هاي كلها نمو جديد هذا الاخضر الفاتح كلها نمو جديد طبعا انا هاي النبتة مثل ما قلت لكم خالتها متسلقة معلقتها بالسقف واضاءة طبعا عليها حتى تدلع عندي وتطيني منظر حلو بس اراويكم اشون انا خالتها حتى تسلق عندي والاخصان مالتها تكون متدلية هاي هنا مثل ما تشوفون هاي السندانة انا هنا خالتها حتى تدلع عندي وهاي الاضاءة مقابيلها حتى تضطيها ضوة اه يكفيها يعني مثل ما قلت لكم انتم شفتوا هي مطقتني اه نمو جديد فاذن يعني مكانها اه مثل ما نقول مرتاحة بالمكان مالتها والاضاءة مالتها اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو ومع السلامة اشتركوا في القناة